في العاصمة أبوظبي استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في قصر الوطن بأبوظبي ظهر اليوم مع لي أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازخستان الصديقة والوفدة المرافقة له وقد بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورئيس وزراء كازخستان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين حيث أكد سموه أن توقيع على هذه الاتفاقيات بداية مرحلة جديدة من علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازخستان الصديقة